حبك سفاح مقر ومسك لسلاح محمد الترك يشبه دنيا بطمة بعضو في جسده وهي ترد لكي أعرف جمعية خيرية لكي أعرفش جمعية خيرية خاصة تكون جمعية خيرية حيث عندي بزيك تديال لحواج خسني نكبر رعبية لكسوب حصنات على خليها بعد ظهورها بشكل مختلف بسبب عملية تجميل جديدة في وجهها والانتقادات التي طولتها لأنها غيرت ملامحها بالكامل استغل المنتج البحريني محمد الترك طريقة للفنانة المغربية دنيا بطمة الأمر وسخر بطريقة غير مباشرة من ملامحها دون ذكر اسمها وحرصت ترك على استغلال الأمر بطريقة سيئة رآها الكثير من متابعيه على أنها مهينة لأم ابنتيه خاصة أنه شبه ملامح طليقته الجديدة بكوع القدم ونشر الترك عبر حسابه الخاص في انستغرام صورة لكوع قدم ورسم عليها بالقلم عينين وأنفا وفكا مسننا ليبدو أن الكوع يشبه ذقن دنيا بطمة في محاولة منه للسخرية من شكل الذي أصبحت عليه وعلق محمد الترك على الصورة بعنوان كوع بيت مالح وأرفق الصورة بتعليق كتب فيه يخرب بيت المصمم خلاص تكفون بموت من التصميم صاحب التصميم يتواصل معي للأهمية وأضاف وجوها ضاحكة وساخرة من ناحية أخرى آثار تعليق الدنيا بطمة الجدل على الموضوع إذ لم يكن متوقعا حيث تجاهلت كل ما بدر عنه واكتفت بنشر بعض الصور الجديدة لها التي وثقتها من أحدث تصوير